اشتركوا في القناة تلي قلبي انت عن مين عم تحكي؟ عم بحكيكي عن فلسطينية العراق وهاي قصة من أولها بسنة 1948 اتهجر نحو 5000 فلسطيني من كرة إجزم وجبع وعين الغزال من قضاء حيفا إضافة لعائلات إجت من يافا ونابلس والقدس هدول الفلسطيني أنقذهم الجيش العراقي ونقلهم بسياراته عبر مدينة جنين للعراق بقيادة الضابط عمر علي قائد الفرقة العراقية اللي كانت متمرجزة على الساحل وبعد شهور من وصولاً سكنات الحكومة العراقية بكليات ومعاهد ومدارس وفنادق صحيح بس لما انتهت الصيفية نقلت الحكومة قسم كبير منهم للبصرة وسكناتهم بمعسكر الشعيبة وعائلات تانية صارت بالموصل وعائلات ببغداد بمناطق الرافدين والعلوية والزوراء والرشيد كانت المساعدات الخاصة فيها ينتيج من وزارة الدفاع العراقية لسنة 1950 بعدين صاروا من مسئولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي أسست مديريه لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين فقط بس شو يعني فقط؟ كان تعريفها للفلسطينية اللي بالعراق اللي بتتولى مسئوليتهم الإنسانة الفلسطينية اللي هاجر من بلده المحتال عام 1948 ودخل للعراق وأقام فيه قبل 25-9 عام 1958 وبنكسة 1967 وبحرب الخليج التانية لجأ عدد جديد من الفلسطينية للعراق حتى بلغ عدداً تقريباً بحسب الأنروة ما يقارب 34 ألف لاجئ ما بين 1948 وال2013 أهى صح لك الأونروا كلها الحكي ولهلا ما بينت هلأ الشي لافت أنه الفلسطينية العراق مش مسجلين لدى الأونروا متل باقي اللاجئين بالشتات بس ليش؟ رفضت الحكومة العراقية وقتها أنه تقوم الأونروا بأي دور إغاثي للاجئين الفلسطينيين على أراضيها بمقابل تعهد بتوفير احتياجاتهم الضرورية يعني فعلا أحسن استقبال أه طبعا أحسن استقبال كانت الفكرة أنه هدول إخواننا ومش رح نغلب فيهن فتعاملوا كعراقيين تماما بموجب القانون رائم 51 بعام 1970 والقانون 202 الصدر عن مجلس قيادة الثورة العراقي اللي صدر بـ 12 أيلول 2001 تم إعطاء الفلسطيني الحق بالتعليم والطبابة والمسكن وبطاقة غذائية شهرية والحق بالتوظيف والعمل بمؤسسات الدولي والحق بالتقاعد والإعفاء الضريبي وأعطوه وصائق سفر وألزموا السفرات العراقية بمعاملته مثل المواطن العراقي تماما طبعا باستثناء الجنسية والحقوق السياسية مع إعفاء من خدمة العالم بس للأسف يا فرحة ما تمت بعام 2003 لما احتلت أمريكا العراق ساءت أوضاع اللاجئين كتير اللي كان عدد بوقته حوالي 35 ألف ودفعوا تمن كبير بهذا العدوان وقصفت القوات الأمريكية تجمع الفلسطينيين بحي البلديات وتسببت بمقتل وجرح حوالي 60 فلسطيني ودمرت مباني سكني وتعرضت 344 أسرة فلسطينية للتهجير القصري قدرت منظمات محلية عراقية مقتل 600 فلسطيني وفقدان نحو 60 آخرين واعتقال عدد كبير منهم وهذا الكابوس دفع عدد كبير من الفلسطيني لرحلة وجوء جديدة مصير هالناس كان المنع من دخول لأراضي سورية أو الأردنية البلدين رفضوا إدخالهم وعن جديد أنشئت أربعة مخيمات بالمناطق العزل الحدودية الرويشد والتنف والوليد والهول بعام 2017 طلع قانون رأمه 76 هالقانون ألغى قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل ومنها قانون 202 وامتيازاته صار الفلسطيني كمان مرة أجنبي ببلاد العرب